جمهور رائع الحقيقة جدا وصادق جدا وضيوف ايضا رائعين وصادقين وموضوع الحقيقة موضوع مهم جدا لانه مين فينا او في الشباب مش عايز يتجوز سواء بنات اولاد مين فينا ما عندوش بنت داخلة على جواز او شاب داخل على جواز سمعنا في الجزء الاول رأي الاستاذ محمد منير ورأي الاستاذة هدى دلوقتي هنسمع رأيين ربما يكونوا مختلفين خلونا نبدأ بفضيلة الشيخ سلامة عبدالقوي الشيخ سلامة بس قبل ما تقوم عشان انا مش شايف مش عارف حلي يعني انت مع سالونات ولا حب هل مع الحب طبعا اكيد تفضل على طول من غير ما تستعزل اتفضل لفنك مع حالدك خمس دقايق تقنان انا بوجة نظرك او رأيك بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز بس اسأل الناس بتوع صالونات في حد فيكم بيعمل حاجة ما بيحبهاش يعني اي شيء بنعمله لازم نحبه صح اي اكلة بنكلها لازم نحبها كويس اي لبس بنلبسه لازم نحبه اي مشوار بنروحه لازم نحبه طب شخص بقى يبقى شريك حياتي طول عمري احبه ولا اتجوزه عمياني كده يعني اذا ده بديهيات احنا عندنا اشكالية حقيقية لازم نعترف بيها والاشكالية هنا اللي فرضها علينا موضوع الحلقة احنا بنتكلم فيه اتجاه ملوش علاقة بالاخر هل الزواج حب ولا صالونات دي ملاش علاقة بديه خالص القياس مختلف تماما صالونات شيء والتعارف شيء وكذا لكن في الاخر الحب قاسم مشترك بين الجميع لازم يكون في حب يعني مثلا انا هتعرف على واحدة عندي عاطفة ناحيتها العاطفة دي لربنا سبحانه وتعالى قال عليها فانكيحوا ما طاب لكم ما طاب لكم طب مش عاجبان انا طب انت مالك انت هي طابت له طب هو مش عاجبنا انا طب انا مالي هو طاب لها هم عاجبين بعض احنا مالنا احنا عاجبين بعض دي يعني ايه يعني حصل تعارف لان الانسان عدو ما يجهل هو فيه جواز في الدنيا هتولي مثالية بتوع الصالونات انا تخيلت واحدة في الحلم شعرها شكلها طلها جسمها لون عينها وبعدين قعدت ادور عليها فتخيلت ان هي موجودة عند بيت الجيران في جيت راحمة خبط على بيت الجيران ممكن تجاوزني بنتك انت شفتها لا تعرفها لا وما جاءت تجاوزها ليه بيت هيقلي ان انتوا عندكم بنت حلوة وانا عايز بنت حلوة طب خلاص احنا عندنا بنت مبروك نكتب الكتاب نكتب الكتاب كده هو طب يلا والله مبروك واد امراتك وخش ولما تدخل بقى بيتك تشوفها فيه جواز كده في الدنيا طب ده منطق حتى ده فيه جواز كده فيه اللي موجود ده ده قصة عبدالله ابن المبارك ده قصة لما الراجل كالت تفاحة ولقاها مقتومة وفاعدين راح لصاحب الحديقة وقال له انا كالت تفاحة من عندك فسامحني قال له انت انسان امين وكذا انت انا هشغلك عندي بتمن التفاحة اللي انت كلتها دي وفضل يختبر ويختبر ولحد ما لقى انسان كويس جدا قال له انا شايفك ظروفك تعبانة وانت مش هتقدر توفي الدين اللي عليك فانا هجوزك بنتي عشان تسدي الدين اللي عليك قال له كمان هتجوزني بنتك ده انت كتر الف خيرك والله وهو حسنه يعني اسير عنده ثم بعد ذلك دخل لأ امراته حاجة بعد ما قال له هي عمياء عرجاء الى اخر القصة لكن انا بتكلم على الواقع الان احنا مش عايشين في واقع افتراضي القديم احنا عايشين الان مع اطفالنا ابني بيروح المدرسة بنتي بتروح الجامعة بتركب مواصلات بتقراف الانترنت رايحة جاية كل يوم بتتعامل مع ناس عارفين في قصص حب كل يوم واقع مفروض على ولادنا غصب عننا لا هقدر اعميه ولا اصم اذانه ولا افترس ابدا انا ابني جالي بيقول لي انا في موضوع كده وبنتي وفي سنوي هو قلت له برافو عليك انت كده بقيت راجل ما شاء الله عليك بتحب قال لي يعني ما شاء الله احنا كبرنا وبقينا بنحب ولا دا اقول له ولد انت تحب يا ابني مين انت عشان تحب انت عندك ايه عشان تحب عندك احاسيس عندك مشاعر انت ازاي تعمل كده ازاي تعمل عاملة سيدي ايه الكلام التخاريف دي لازم انزل لمستوى ابني وقول له برافو عليك احد الصالحين زمان وزا زكارها ابني القيم في كتابه الداء والدواء كتاب الداء والدواء ده كتب فيه فصل كامل عن داء العشق ودواءه اوه كتب فيه كلام رائع من ضمن الابيات الشعر اللي حطها اذا انت لم تعشق ولم تدرم الهوى قم فاعتلف تبنا فأنت حماره حاجة ايه ده العشق ده امر امر غريزي في النفس ده فطرة لا يمكن للإنسان ان هو يفصلها عن الواقع ابدا باية حال من الحوال اللي ما بيحبش يبقى فيه مشكلة يا إما خشب يا إما حديد يا إما فيه مشكلة فإذا عندنا أزمة حقيقية في المفهوم الحب قاسم مشترك بين الجميع هتجوز صالوناتي بلازم احب الأول هيجيب لي أهلي عروسة هحبها الأول لا لا كلام الشيخ سلامة هو عم يحكي عن الحب بشكل عام ما عم يحكي عن حب بين واحد وواحد رأيه كان يعني متناقض أنه شيخ أزهري كلام حلو ولكنه غير العنوان اللي حطه لحانه نظراً لطبيعة دراسته عمله واهتمامه كانت تعليقاته أقرب للتفسيرات الشرعية منها المجتمعية هو أكثر واحد متوازن لأن ماسك العصائم النص يعني كله صح إذا أقول لك دركة الحررة هنا غير السوديو خالص طيب لا أنا ما قولش حدك لا أنت شاورت لا أنا بقول هنا أه أنت شاورت هنا أه أنا بقول هنا هنا أحب عليك أستاذ خاول عليك طيب نبتدي خلي الأستاذ خاول بتدي لو عايز تبدأ أنت خالص أوكي مش مشكلة هي يعني 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 مين اللي يبدأ دلوقتي اختار أنت أنت القائد بس أنت متحفز أوي لا خالص الله بالعكس وموافع أنت قاعد قاعدة تستعداد للهجوم لانقضاط ده كورسي بش مليح بس أوكي على كل حال بعد إذنك يا أستاذ خاولة ابدأ يا أستاذ محمد سؤال حضرتك ممكن ما أطعط عنيش هو نايس سؤال وأنا حاولي السؤال وأنت مع علاقتك معي أنا طيب بجأة مع هو أه دكتور فضل أفضل أنت يعني خبرة شرعية قوية جدا نعم وطلع منك يعني رجل لك كلمتك نعم أنت تحدثت عن الحب وعن الشرع وكلنا نعلم أن الزوجة لابد أن يؤخذ رأيها في الحب مفيش دا يقين الزوجة أو الزوج مفيش وبنت سيدنا شعيب قاريت له يعني استأجره فوق قوي الأمين نعم دا قعدة لا خلافة عليها وأنا لأول مرة ما عليش حساق ذلك في كلمة أنا قبل ما جي هنا مجوز بنتي قبل ما جي هنا بأسبوعين بزملها اللي بتحبه قبل ما جي سالونات لا اللي بتحبه سالونات أنا بقولك اللي بتحبه ما هو كلمة السالونات أنت معرفها غلط أيوة بالظبط أهو أنت معرف سالونات أعرف سالونات ليه لا أنت أنت جوزتها إيه دا زميلها في الشغل أو زميلي تصدق تخيل بقى أنه كان زميلي في الشغل وجوزته سالونات كلمة سالونات أنت عندك غلط أيوة إحنا في عندنا مشكلة إسألوا بقى عايزين السؤال السؤال هنا هو ماذا لو كانت بنتي دي جات ارتبطت بالزميل دا هنا وحبته وأنا عجبني أو لقيت عنده من الأسباب اليقينية اللي ممكن أن تدمر هذه الحياة معلومات إيه بقى السؤال السؤال هل هنا من حق التدخل ولا مش من حق التدخل لحظة يا أستاذة يعبين تتجوز دلوقتي حب ولا سالونات لا حول قولة إنت ليه بتستطيع الكلمة أنا باسأل هي تجوزت حب بعد ما رأيت أنه ملائم لها سالونات لا حب هي اللي جابته سالونات وهي اللي حبيته وهي اللي عرفتني بيه أوكي اتفضل وهي اللي عرفتني بيه أنا حصل السؤال السؤال ما خلاصي وصل إيه بقى اللي حصل لو أنا لقيت سبب يقيني إن أتدخل إن هو لا يصلح زوجك ابن ستين في سبعين أوكي هل من حق التدخل ولا مش من حق إيه سواء كان ولد أو بنت تمام يا فنت من حقك تتدخل بس هي بقى قدام من حضرك اختار من اتنين إنك تفرد على بنتك رأيك بدون أخذ رأيها وبالتالي مش هتتجوزي يعني مش هتتجوزي واغبط دماغك في الحيط دي طريقة دي طريقة ودي في الدين مرفوضة حسنا؟ الطريقة الثانية إنك تقعد تقول لها وجهة نظرك ما خدتش بيها ما خدتش وتسمع وجهة نظرها لأن لها حق لها حق على حضرتك كأب وواجب على حضرتك كأب إن إحنا نتجرلت شوية من سي السيد اللي في دماغنا ده اللي في دماغنا حسنا؟ لازم نتجرلت ولازم ننزل لمستوى إن أنا أخوها أو أختها أو صحبتها أو أتكلم معها كده قعدت صداقة ليس قعدت أب وبنت بنت سمعي؟ لا أتقطعني لا أخذ هذا لا إنزل لمستوها واسمع منها ربما ولما تجرد أنا من فكري أنا اللي هو التقليد القديم لأن إحنا بضل موجودين في بيئة أو ظهرنا في بيئة أو نشأنا في بيئة غير المختلفة فربما أجد عندها ما يقنعني أنا وللأمانة والإنصاف لازم أقولها أنت أقنعتيني فعلا شكرا يا شيخ سلامة كون قدامك حلو أثمتك دقيقة أربما دقيقة بما لديك من معلومات أن تقنع Be nourishment إن الرجل مؤمن وحياتك معه مفتل فبادي وأنا لا أحضر عليك شكرا يا شيخ سلامة شكرا شكرا يا شيخ سلامة أستاذة هدى مبسوطة قوى حضرتك وعلى وجهك تسمى جميلة عندك سؤال للشيخ سلامة لا تقريبا نفس الـ ده الشيء ده الأستاذ محمد منير يتمنى يأخذ الفرصة دي أنا بقول الحقيقة يا تعالى هو هذه الفرصة حسنا يا خبر عرية لماذا هذا يا شيء؟ لماذا النظرة؟ كيفا؟ كيفا برضو؟ نعم شيخ أزهري وعنده العلوم الشرعية الدينية الإسلامية الآيات الأحاديث وكل ما يلزم بالشريعة الإسلامية وتقول وتؤيد الحب قبل الزواج أو الزواج عن حب أنت ستجيبني أنا أعلم ماذا ستجيبني بناء على ما سمعت ولكن كيف أنت شيخ وتؤيد هذا؟ يعني أنت إذن تؤيد الخلوات تؤيد عدم غض البصر كيفا؟ كيفا؟ كيفا يكون حب وليس وفيه غض بصر؟ يعني أنا سألتقي معه أنا بدي أشوفه مادام مادام هذه البنت التقت مع الشاب إذن أكيد بدون يتغزلوا مع بعض يعني هو سيحفظها القرآن عندما يلتقي بها ماذا سيقول لها؟ كيف أنك يعني تؤيد هذا؟ نعم شكرا شكرا لأننا عندي كل الحيثيات التي ذكرتها هذه كلها الآيات والأحاديث والتاريخ وكذا فأنا تعلمت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتعامل مع أبنائنا على قدر عقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصببوا أي يعني ينزلوا لمستوى الصبية مع الصبية ولكن هذا ليس له يعني بالعلاقة بالحب عندما ينزل إلى مستوى الصبية طيب أنا أقول لك لأننا في واقع مفروض علينا وأنا لما بيجي ابني واقع مفروض علي أنا لا أعمم وأنت القدوة لأبنائك والمجتمع وللجامعة التي أنت فيها الإشكالية هنا ماذا؟ إحنا كمربين ضرنا مع أولادنا التربية تمام وليست يعني التسمين فيه فرق كبير جداً بين التربية والتسمين التسمين يعني آكله وشربه ومعلمه ونقبسه أيضاً ليس له علاقة بموضوع الذي أنت طرحته التربية حضرتك في معناها تغيير سلوك إلى الأحسن ضرنا إحنا كمربين كمشايخ أن نأخذ الناس من المستوى الفاسد إلى المستوى الصالح هذا ضرنا مع الناس عموماً ولا أقلبه بالفساد لا لا فضرنا مع أولادنا خصوصاً بقى التربية لما يجي ابني تختلط عنده المفاهيم من الإعلام ومن المجتمع أن هذا يظن أن ما يراه في الشارع هذا هو حب أقول له يا ابني لا هذا ليس حب الحب كلمة راقية مجردة عالية صافية ناقية نقية الحب ربنا ذكره في القرآن والذين آمنوا أشد حباً لله النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السنة سبعة يظلهم الله في ظله موضوع آخر ليس له علاقة عفواً عفواً لا تخطي الأولاد موضوع ليس له كلمة حب يا ابني أو يا بنتي كلمة دي عالية جداً اللي بيحصل الآن ده أو ما تراه أنت حب ده مش حب أمال ده إيه؟ ده سميهي ما شئت لكن لو العلاقة تمادت هذا دخل في إطار الحرام الخلوات وما شابه ذلك ده حرام يا ابني ده حرام أي حب أي حب عفواً أي حب دوري هنا أي حب يكون بعيد عن الأضواء أكيد بيكون لا دي حضرتك فهمتي لي حضرتك حبسة الموضوع أنه دخلوا في الضلوة الموضوع زواج عن حب وأنا عندما جاء ابني وقال لي أنا أحب أنت أصبحت رجعاً طبعاً عنده فطرة عنده قلب كيف أقول لحضرتك كيف أقول لحضرتك كيف هو أنا سأل حضرتك سؤال سوف لا يغض طب أنا سأل حضرتك سؤال هو سيكون مبني على مصير حسن نحن كده نحن كده هنأخذ حلقة بينك وبينه بس خلينا نلف لفة تانية أه أستاذ محمد عندك سؤال تاني الأستاذ فضل حتخيل أيوة أني سألتك لا والله وأنا تخيل أني أجابتك وأنا تخيل أني أجابتك حتخيل أني سألتك سؤال وجوابت وحسأل سؤال بني عليه إن أنا بقول لك إيه يا عم الأغباطة دي منحها أه ليه الأبناء بيروحوا الأباء هم بيقولوا له أنا حبيت هترد عليها تقول لإله إن إحنا أكثر خبرة وبنديهم خبراتنا في ميل جونا هما بيقولنا عشان إحنا أكثر خبرة إذن إحنا نمتلك من الخبرة ما نرى ما لا يراه أبناء صحيح جميل جداً ودايماً لأكثر خبرة لابد أن تلاصق أو تواكب خبرته درجة من درجات السلطة مزي القانون الطوارئ عندنا إطلاقاً لا ما بقولش ده عشان يا عدل وأبد الإجابة اللي فاتت لا إطلاقاً مش زي قانون الطوارئ ولكن لابد أن تكون درجة من درجات السلطة السؤال بقى بدليل أن هناك حد بدليل أن هناك حد السؤال السؤال بقى أما تلخبطني تلخبطنيش السؤال بقى أنه في حالة بما أملكه من خبرة وسلطة لم يقتنع ابني أو بنتي بما رأيته من أسباب يقينية بأنه سيضل في حياته وهتكون حياته بائسة هل حق لي أن أتدخل بنسبة من السلطة الاستثنائية؟ لاحظة لاحظة أنا نفسي أسأل سؤال إيه النسبة دي بقى؟ السلطة الاستثنائية الاستثناء دائماً موجود لا بس عشان هو هيجاوه ومشان اللي هيجاوه إيه النسبة لها تقصدها؟ اللي هو في اللحظة عندما أجد ابني مثلاً أو بنتي لا خليها ابني خليها ابني ابني رايح يتجوز واحدة عندي معلومات يقينية أنها منحرفة عن أخلاقها أو منحرفة يقينية إيه النسبة؟ هو زي ما قلنا الحب أعمى النسبة أن أنا أقول له مش هتتجوز أرد حضرتك تفضل أولاً حضرتك بتقول أنه هو رايح يتجوز رغم أن حضرتك بدينة الإفتراض على أنه جاي الأول بي ناقشك هو جاي يقض موافقته لا ينقسني يقض موافقته يقض الشرعية هناك فرق ما بين أنه جاي بيعلم حضرتك وفقتك أو موافقتش فبيعلمك كويس؟ وفقتك أو موافقتش هو مكمل في طريقه وفرق أنه جاي بيأخذ رأيك بيستأنس برأيك بحكم الخبرة اللي حضرتك بيها كلامك فده مصار وده مصار مختلف تماماً قلت له رأيه وأصر على وجهتنا يعني بيعلم حاجة حلوة لكن إذا كان يقدر مجرد إعلام صح؟ لا في فرق ابن جاي يأخذ الشرعية مجرد إعلام طيب وبعدين في الحالة الثانية برضو لازم حضرتك قدامك حاجة من ثانية يتفقد ابنك ده للأبد لأن عاطفته في اللحظة دي أقوى من عقله وانت حالك لازم تفهم كده كويس قوي بزبط ابنك الآن تقوده وعاطفته بصح وانت حضرتك بحكم الخبرة لازم تأخذ بالك أنت بتشد الحصان ولا اللي جام في يد مين؟ في ايده ولا في ايدك؟ حيقتم بقه ولا معك انت فانت لازم تكون اوعى تفقد ابنك حتى لو حيمشي ورا عاطفته يمشي تحت الكنترول بتاعك انت فأمام خيار من اثنين يا إما حضرتك تقول له لانت ابني ولا عرفك وكده كده هيمشي ورا عاطفته لأنه خلاص مراية الحب أعمية زي ما حدك بدأت اللقاء أو انك خليها اندر كنترول ماشي يا ابني موافق ربنا وفق البالك لك وحفلتك ومهرك وحياتك وبيتك وشقتك وكل اوضاعك مع الاعتبار ان انا حاطت عيني بقى على ايه؟ النقطة اول ما هلاقي ابني بيضيع من تحت ايدي اقول له يا ابني تعالى يا حبيبي اوعى مش هسيبه بقى لكن هنا بقى لازم ايه اللي هيفرض عليها الدور ده حضرتك لازم نعترف بكده نحن الاباء اللي هيفرض عليها هذا الدور اللي وصل ابني لهذا المستوى انه يغرق مع واحده هو انا مش بالضرورة هو تقصير مني انا المجتمع معقب لا 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 كان هدفة عنك هدفة عنك هدفة عنك لا لا هدفة عنك هو ابن سيدنا نوح كان سيدنا نوح مسؤول عن انحرافه جميل جدا بس هنا ايه بقى وصل الامر كان بالنسبة لسيدنا نوح ما كانش مسألة حب وزواجه كانت مسألة حقيدة ايها ايها بقتربة مع سيدنا نوح انا هنا بقول انه مفيش يعني لا القي باللائمة كاملة على الاب لكن فيه نوع من التقصير في التربية اللي احنا المفروض انا عندي سؤال اخير قبل ما نسمع قبل ما نوصل لمستوى ده عندي سؤال اخير شيخ سلامة انا دايما احتار في الاية الكريمة الخاصة بالزواج لماذا وردت كلمة مودة ولم ترد كلمة حب وجعل بينكم مودة لماذا قالش ورحمة لماذا قالش وجعل بينكم حب ما الفارق هو في الحقيقة المودة في تعريفها أعلى وأرقى وأعمق وأشمل من الحب لماذا قالش كلمة الحب على فكرة وانا دا كنت عايزة أقوله في المقدمة بتتفاوت ما بين من مرحلة لمرحلة يعني الحب بيبدأ زي النبتة بتحط بزرة صغيرة في الأرض وبعدين بتنمو شيئاً فشيئاً لحد ما تبقى شجرة كبيرة جداً الشجرة الكبيرة دي بقى هي دي المراحل بتاعة الحب كلها مراحل السنين اللي أشار إلها السيد محمد في المقدمة ولما قال بعد كده هيتحصل مشاكل وهيتضمر لأنه ما لقاش الصورة المثالية لا الحب بينمو يوم بعد يوم الحب في البداية كان تعارف استلطاف بعد كده بقت زي ما الأخت تفضلت وقالت جالنا البيت وتعرفنا على بعض وقعدنا مع بعض كم جلسة وكذا وبعدين بعد كده بقى بينهم وبين بعض فالحب بيتطور من مستوى بسيط جداً إلى مستوى أعلى وأعلى وأعلى لحد ما يجي بعد كده تحصل مشكلة تحصل مشكلة في الحياة يعني فهي عشان بتحبه بتلتمس له الأعذار وعشان بيحبها بيلتمس لها الأعذار فمع المشاكل يكبر الحب بينهم يصيروا جسد واحد كانوا في البداية جسدين هي وهو بعد الزواج كل شوية بيقربوا 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 كما قال الشاعر يا حبيبي أنا أنت تمام وأنت أنا نحن روحاني حللنا بدنا أنا دلوقتي أتصور إن إحنا في شوق يا أستاذة خاولة نسمع رأي حضرتك لا بس أما تقومي توقعي بعد ما تطرحي رأيك إن في معارك هتحصل فأنت تستعدي يعني يعني أولة الرأي سهلة لكن النتيجة هي الصعبة ليه الترهيب الاستباقي أنا أعجبني المصطلح بتحضرتك الترهيب الاستباقي أستاذة خاولة هتك جاهزة؟ نعم؟ معك خمس دقائي فضالي نعم أخوة فلي أجيب أسلام عليكم أسلام عليكم طبعا بعد ما سمعتم كل هذا أنا مع الزواج التقليدي وهو زواج الصالونات أتكلم عن الزواج هو البناء الاجتماعي القيامي الحضاري لذا يجب أن يبنى هذا الزواج على قواعد صحيحة سليمة متينة بعيدة عن أي معصية إذن الزواج التقليدي هو زواج لم يسبقه علاقة حب وهو الزواج القوي المتين وهو الزواج المبني على المنطق المبني على المنطق هذا الزواج وفي مضمون هذا النوع من الزواج قيم وأخلاق تجعل المجتمع يتطور بقيمه وأخلاقه على عكس العادات المأخوذة من المجتمعات أو من ثقافة المجتمعات الغربية نأخذ عندما يذهب الشاب لخطبة الفتاة يذهب ويخطبها بالأسلوب التقليد أو زواج الصالونات وهو الزواج الشائع في بلداننا العربية والإسلامية يكون لهما هدف واحد والإثنان وهو إنجاح الزواج ضمن أهداف مبنية على أرضية صلبة متينة وأيضاً مبنية على هدف إقامة روابط أسرية متينة وأيضاً مبنية على ثقة قوية الزواج التقليدي فيه ثقة أكثر من زواج الحب أو العاطفة لأنه زواج عقلاني وأيضاً هذا الزواج المبني على الثقة والمبني على القوة والمبني على حسن الاختيار والمبني على الخلق والدين حيث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون خلق ودينه فزوجوه إذن لمن يأتي هو من جاءكم يأتي لي من جاءكم مخاطب الأهل فيه إذا جاءكم من ترضونه خلق ودينه فزوجوه وإلا تكون فتنة يعني تكون فتنة في المجتمع ويضيع المجتمع بالعلاقات الجانبية بالعلاقات الأحادية بعيدة عن الأهل بعيدة عن استشارة الوالدين وأيضاً هناك أسباب عديدة لنجاح هذا الزواج أن هذا الزواج تحت أضواء الأهل وفي صالونات الأهل وكأنه يكون مجلس استشاري يتشاورون به فيما بينهم يعني يتناقشون هذا صح هذا خطأ هذا على صواب هذا ابن فلان هذا مخوله كذا هذا أعمامه كذا يعني الوالدين يعلمون لذا يجب على الوالدين أن يكون لهم خصوصية واستشارة كيف والأب هو من تعب وعلم ورب وأنفق لا يستشار ونجعله ضمن فقط للتبليغ آئاتي وأبلغه أنني أحببت فلان هذا يعني ليس منطقين والأم التي حملت ووضعت وتعبت وسهرت أيضاً لا تستثنى من هذا الموضوع وهناك أسباب عديدة بأن يكون هذا الزواج هو الأمثل وهو الأوفق وهو الأنجح حيث هناك في تكريم للبنت بأنها بكرامتها وحيائها ومهابتها أمام أهلها وأمام مجتمعها جاء من يدق الباب ويخطبها وبعز أهلها ووجود الجميع في صالة أهلها أيضاً وأيضاً فرصة للزوج بأن يطبق وينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق قد الساس كيف سأتخير لنطفي وأنا بعيد عن الأجواء كلها وأيضاً هذا الزواج هو يجعل المجتمع سليم معافى سليم معافى حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معشرة الشباب من استطاعاً منكم البعت فل يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم شكراً أستاذة شكراً أستاذة خولة الآن سأخولة كتير يعني نظرتها كتير رجعية متعصبة متعصبة كانت شوي يعني أوردية شوي هي أكتر مرة كررة إنه الغرف المزلمة العلاقة الشغلان فهذا طبعاً شي ما نصحي أبداً يعني أحسست أنها تتكلم من باب الخوف يعني رأي حضرتك لي الشعبية بديلني التسفيق لم يتوقف والأسئلة أيضاً لن تتوقف أستاذة هودة بقلنا كتير ما سمعنا الصوتك أنت عادة بتبقي قاعدة صمتة طول الوقت كده لا 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 ننتظر الفرصة فقط بتنتظر الفرصة فقط نعم أريد أن أسأل نعم الأستاذة لا أنت عايز تسألي الأول يعني بس أنا عايزة أن تتكلمي الأول يعني نعم يعني أنت في العادة صامتة تماماً في العادة أنا قليلة الكلام باين أوي باين فضالي سؤالك لأستاذ الخوي أريد أن أسأل الأستاذة حينما تحدثت الآن عن كرامة البنت عن أي كرامة نتحدث وهذه البنت جالسة في منزل بيتها وكل يوم يدق بابها شخص يطلب يدها هذا وهذا وهذا إلا أن تمر تقريباً على عشرين شخص أو أربعين أحياناً أيهما أكرم أن تعرف الشخص واحد وهو الذي تكشف له وجهها وتحبه ويحبها وتواصل معه حياتها أم أن تنكشف على أربعين وخمسين شخص يعني أنت عايزة تقول أن البنت في الحالة دي تحورت إلى سلعة معروضة وناس بتعدي عليها نعم نعم أي كرامة في هذه هذه إهانة ليس إهانة ما هو الحوار بيني وبينها لسه 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 لحوار جاي لحضراتك دلوقتي ليست سلعة تباع الحوار جاي لحضراتك دلوقتي يعني أنت عايزة تقول أن أصبحت يعني منطقة أن الفتاة أصبحت زي التسليع سلعة مطروحة يا جماعة كل واحد خبط على البنت ده فيه بنت حلوة نعم إقابة حضرتك فنة وأي سلعة هذه هي محترمة في بيت أهلها يأتي العريس ويدوق بيت أهلها نفس الشيء السلعة هذا تعرض ويأتي وهي وهي هي معذة مكررة في بيت أهلها أما عندما تأتي وتخلو بشاب في مقهى في مطعم في كفي في جامعة هنا تهان هنا تهان هي يمثل عليها بعواطفه يمثل عليها بعواطفه وبخيالات يعني يا أستاذة خاولة هي عايزة تقول أستاذة هودا البنت وهي في البيت زي الأمر عريس زي الفل هوم قاعدين سلعة في البيت لا تمام يتقدم لها الأول ممكن هي لا يعجبها ممكن هي لا يعجبها أدبع بتسمى يا أستاذة خاولة بتسمى تسليع البني آدم تشينه ليس تسليع ليس تسليع خلاص هي شايفة كده ولكن هذه ممكن هي لا توافق عليها ممكن هي لا يعجبها تمام أوكي وأستاذ محمد عندك هدك سؤال يا فندم بلدي إيه لأكشن ده في حاجة ولا إيه تهيه جاي من عزة زعلان تفضل أستاذة خاولة تفضل وضعني الأستاذ محمد ناصر معاك في جامعة واحد لا ما وضعتش حاجة أنا خالص في إن إحنا الاثنين رأي واحد نعم وبنان عليه من جوه المعسكر أنت قلقتيني تفضل وعشان كده أنا عاوز أسألك سؤال أنا الآن قوي تفضل أي لا تقرك بنتي اللي جوزتها من أسبوعين نعم زملها اللي بتحبه نعم واللسة مكلماني قبل برنامج دوقتي لو فكرني جبلها دي وأنا رأي حاضر هل قبولي بزواجها من من تحبه أهينت كرامتك أب لا السؤال الثاني أكمل كلامي هل أهينت كرامة سيدنا شعيب عندما قالت له ابنته استأجره أنها قوي الأمين ده السؤال تمام تمنيني أكمل تمنيني على نفسي تمام لأنت كويس لأنت كويس تعال تعال أنت كويس أنت عندما جاءت بنتك وقالت أنا أحب فلان أنت قلت لها ولسانه الحال يعني لأنه تم الزواج فأيت البيوت من أبوابها فعندما جاء وخطبها هو سألك سؤال واضح يا فندم بنت سيدنا بنت سيدنا شعيب اللي لقيت له استأجره يعني ست شفيت إطابة لها تمام لم يكن علاقة لم يكن علاقة هناك لا أعجبها أعجبها قالت أنه الخوي الأمين أعجبها وقالت استأجره لم يحظل يتأتت أتت سؤالوا يا فندم يا شباب هل ده أنقذ من كرامة هذه الفتاة لم ينقذ لم ينقذ لم ينقذ لم ينقذ بنت سيدنا شعيب لم ينقذ لم ينقذ هل hey أعجبها لم تعمل علاقة لم تعمل علاقة الحب ليس علاقة لا لم تعمل علاقة له ذلك علاقة ودية وعاذها بأي يعني افترضت خيال يا شباب هكذا هي لا شباب لا لو بنتك نحب ونطرق الأبواب نحب ونطرق الأبواب لا 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 لو بنتك قالتلك ابن الأستاذ محمد منير لطيف جدا يا ماما استأجريه مثلا يعني أو هتي عندها هل هتقول لها أنت قلت الأدب لا هذا موضوع هذا موضوع تاني عندما تعجب البنت تعمل مرسال بأنه يعني من وراء والدها الله كويس لا بأن لا يذهب ليخطبها يذهب ليخطبها بالأسلوب الشرعي عندنا مثلا في مصر اسمه أخطب لبنتك ما تخطب شيء تمام بالأسلوب الشرعي وليس من خلف الكواليس طيب 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 تمام 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 شيخ سلامة عند حدك سؤال هو سؤالي في الحقيقة وفي أكتر من سؤال بس دينا السؤال واحد طيب لما جاء أكتر من خاطب لبنتك في البيت الأول قالت عليه افترار يعني لا صح؟ أنت عندك بنات مثلا كان مثال لا لا أقول المثال المثال فالأول قالت عليه لأ سنحترم رغبطها رغم أننا متمسكين به كزوج لبنتنا طبعا أحترم رأيها ستحترم رغبطها البنت هي مش موافقة عليك أنا جايباله أنا جايبالها حرام أو حب عفوا هي لا شفته قبل كده ولا هو شفها يأتي الحرة كلها عارفة تمام يأتي ويجلس ويقابل أهلها ممكن اكتشفت عيوب طبيعي جدا بيصالب زواج الصالونات أنا بس عشان أن تكتشف عيوب به ولكن النسبة أقل جدا أنا بيشتعب النسبة مع النناش في جداول لكن أنا سؤالي اتخطبت راح وجاء بقى مطاعم الدنيا وبعدين فشلوا إيه بقى الموقف ممكن يتزوجوا ويفشلوا السؤال الثاني عند حضرتك سؤال الثاني أخير جامع شامل لكل المناقشة يا دكتورة خولة بعد إذن حضرتك إذا أستاذ خولة إذا حضيك عندي دكتورة إذا شاب حب شابة طوال المرحلة الجامعية أربع سنوات ثم بعد التخرج ذهب إلى أهلها وخد خلته وخد أمو البتعة جريتهم وخد جريتهم ورح خطبها هل هذا زواج حب هذا زواج حب ليس تقليدي زواج إليه أربع سنوات عم بحبها أيوة ما ليش جعوانا أنا أبوها ما عرفش أنا في الآخر جالي واحد عن طريق أمو خلتي أمو باتعة وخلتي كذا وهلي عاوز أتجوز هلانا يبقى جواز حب ولا جواز صلونات حب زواج حب يبقى هو الحب هو زواج حب نعم يعني لها أربع سنوات تحبه طيب أستاذة هودا عندك سؤال نعم لحظة لحظة هنجيلك دواتي مدامة تفضل أسأل للأستاذة هل يتعارض هل يتعارض الحب لحظة لحظة يا شباب هل يتعارض الحب مع القيم ومع الأخلاق هل هل يتعارض الحب تقييمة نعم مع الأخلاق يعني سؤالها هل الحب يتعارض مع القيم والأخلاق الحب عندما أخلو بشاب تخلو الفتاة عفوا اسمعوني اسمعوني لا يشخل اسمعوني يا جماعة عندما يحبوها ويدعوها إلى مطعم عن ماذا سيتكلمونا الفاجر لا يخلونا لا يخلونا رجل بإمرأة لا يخلونا رجل بإمرأة وإنسان يخصنا القرآن ابن زهي المهم 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 تمام يعني هي شايفة كده آآ شيخ سلام عند عندك سؤال أهلا بس سيد الدكتورة في بداية بس الله يخليك سؤال سريع عشان نوزل الجمهور جدا جدا في بداية حديثة عرفت الزواج وقالت أنه الأصل في إيه حضرتك ممكن تكرر التعريف بس سريع هو بناء اجتماعي قيمي حضاري أيوه لذا يجب أن يبنى أيوه على قواعد أيوه صحيحة أيوه سليمة أيوه بعيدة عن أي معصية أنا بقول لحضرتك قدام الجمهور أنت أقنعتيني بتعريف الزواج كويس كده أيوه هل كل ذه يبنى على حب ولا على جهل طيب خلال شوكرا لك أنت زواج الصلونات على جهل بل على العكس هو الزواج الثقافي يعني على حب الزواج الصلونات هو عندما توافق البنت على هذا الزواج إذا هو وقافي أنا عندي سؤال الزواج من لحظة وجود الخطيب في داخل البيت أهلها أشيخ سلامة خلاص وتعريف الحب بس خلاص ليس مهم بس أنا خلينا عشان ننزل الجمهور عندي سؤال أخير لحضرتك ونشوف الإنفو جراف ده تفضل آآ بس يعني يعني أرجو نحنا بنكلم في موضوع علمي أنا معرفش زي بس هادت جوزت عن حب ولا يعني عن جواز صلونات تحية لزوجي محمد جاودي أبو الصديق يعني تقصد عن خط عن زواج الصلونات الصلونات حب لا هي بتقول للأستاذة جاء الشخص قاعد مساء الخير يا فندم أنا مساء أبدا لا أقول هكذا لا هي وفق عندما تحقص على زواج المجبرة لا لا ليس هكذا هي بأيش مجبرة هي بتقول العريس أول مرة تشوف العروسة خلاص أنا قلت أنها عندما وفقت عليه وقع حبه في قنبيها وقع الحجاب يعني في حب طبعا متفقين على كده يا بمزم اقتنعت خلاص العروسة وعيها كده وفقت يعني في حب يعني في حب في زواج الصلونات بوجود الأهر تب ما ودال لأنك عليه استأجيره وأنه القوي الأمين يعني فيه استلطاف فيه حاجة يعني بالطرق الشرعية السليمة طبعا طرق الشرعية السليمة طرق الشرعية السليمة وليس وليس أن يبني علاقات خالفية حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس في حاجة احنا أغفرناها تمام هناك إنسان أو إنسان وعيه هو بيقرر ويوافق بمحض ردوا على الزواج من غير حب هذا وعيه كده كده في كده فعلا فيه فيه الله عز وجل قال يجعل بينكم مودة سريعا موجبارات على الزواج أنا سألت له أستاذة يا شيخ سلامة على المودة وقاله نعم وهذه أقوى لسه من موضوع العشق والهلاف فيه أي سئلة تفضل سؤالك المايك معاك يا فندم المايك أه تفضل سؤالك اسمك بس حددك محمد نزار الحب ليس معيار لا لا محمد محمد نزار نعم الحب ليس معيار لنجاح الزواج يعني حتى أن الإنسان بعد فترة لو كان بيحب لازم يضحي كرمال أهل أكبر دليل إذا منرجع عالفين سنة قصت سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل لما قال له أجى زاره أول مرة وقال له غير عطبة بيتك لما سأل زوجته قال له احكيلي عن حياتكم كيف نعيشين فهي قعدت تحكيله أنه ماله مرتاحه وما عم يصرف عليها وما هيك فغير عطبة بيته يعني أنت عايز ملخص رأيك أن الحب ليس معيار نجاح الزواج ليس معيار إدي المايك للسيد اللي وراك مادام حضرتك كان عندك كلام إنتي في وسر حالة تمام أوكي على كل حال في حدي عندك سؤال للأسادزة هنا آه الأستاذ محمد أنا قاسم المايك آه بسي مايك هنا فضل الحب هو لا بد أن يكون ما بين الزوج والزوجة فإذا لم يكن هناك حب بين الزوج والزوجة فيكون العلاقة بينهما علاقة متشنجة وعلاقة مستعصية وعلاقة غير مريحة وسيئة وهذا ما لا نريده لأننا نخالف قول الله عز وجل ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة لا تكون بين زوجين متشاكسين أو متنابطين لكن يا أستاذ محمد رحلة الزواج بينك ومن الأستاذة خولة المستمرة وإن شاء الله تدوم نعم الرحلة دي هل ما كانش فيه في النص مثلا مراجعات هل ما كانش فيه صدمات مثلا هو مستحيل أن يكون زواج مدته ثلاثين سنة وأزود من ذلك ألا يكون هناك بعض النكشات ولكن هذه الأمور البسيطة جدا تمام سرعان ما تزول أنا أقول أننا منذ ثلاثة وثلاثين عاماً ونحن متزوجين ونعيش تحت سقف واحد لم أقل لها في يوم من الأيام كلمة سيئة أو أقل لها اذهبي إلى بيت أهلك نعم العروسة اللي جنبك تنصح اللي قاعدة كاتبة كلام كتير قوي دي نعم هل تنصح بأنها تتجوز جواز سرمات نعم هل تريد أن أعطي الماء بعد ذلك؟ هل تتجوز جواز سرمات أفضل؟ لا لا أبداً لكن لدي أسئلة للأستاذة حتى لا أسئلة واحدة أقل منك فريعاً لك فضالي أول شيء تعقباً على كلام الأستاذ بصراحة أسلوب اتخاذ قرار الزواج عند الأولاد هو يكون مرجع أساسي للأهل كيف يتعاملون إذا الأهل سيتقبلون أنا أعرف أمي إنه إذا قلت لها أنا أحب هذا الشاب هل ستتسمعني أو لا ستسمعني؟ إذا لا ستسمعني لا سأذهب إلا أصلاً أو سأحكي للأصلاً من البداية لكن إذا أعرفاني أنه ستسمعني أنا يقيناً أنه سأذهب إلا وسأسمع نصائحها وسأترشدني للطريقة الصحة إما سيكون بكفي بهالعلاقة أو لا لأنه يرجع لطريقة وأسلوب الأهل برافو عليكي طيب هناك أحد هنا حب هناك أحد هنا حب ولا طالش لا وطال الأستاذ هناك أحد هنا أنا عنده تقريبة حب عنا تفضل أمسك المايك اسم حضرتك إيه؟ معاز مرتك جنبك أو إيه؟ لا أي أختي يعني تقدر تحكي براحتك؟ أي طبعاً أكيد مرتك أبيتون؟ لا أختي أخته أنت جايما مش مجاي مع مرتك ليه ما تحبهاش؟ لا هي مش مراتي هي خطيبتي خطيبتك مش جاي مع خطيبتك ليه؟ بسوريا لسه ما تجاوزنا وش م Lean نحن نصلنا تلت سنين تقريباً خاطبين بس تهلاء الظروف لسه ما زلاء لن أحضر تنظر على الكاميرا بس بقى لك ثلاث سنين بتشوفها على الكاميرا بس ها أي أمال أمتا حبتها؟ أنا حبيتها تقريباً بالجامعة كنا كما كم سنة؟ حبيتها قبل ما أخطبها تقريباً سنة سنة و شوي يعني نربع سنين يعني تقريباً هي بنت الحتة زي راما ولا لا لا أنا تعرفت عليها بالجامعة معرفة بسيطة هل يجوز ده فعلا هل ده يجوز ليش حتى ما يجوز أنا ما غلطت معه ولا تعديت حدودي هي كانت مجرد زميلة بالأول فصار في نوع من الإعجاب وصارت تطور العلاقة شوي شوي بس أنت عندك بنات تانية في الجامعة صح؟ هي طبعا ما هي أنا اخترت دي؟ يعني أسلوبها، شكلها، حكية، تفكيرها تهسنا أقربتك، تهسنا أمك، تهسها حاجة يعني في حاجة أولفة بينك وبينها حصلت أكيد، طيب، بقى لك في الجامعة من أربع يعني أربع سنين حبتها هي كنت عارفة؟ هلا هي بالأول، بعدين يعني تضحت الأمور شوي شوي أنه صار في بنات علاقة صارت تبين كنوع يعني من الاهتمام فيك تقول أنه تبين العلاقة زيادة أحدك أنا عارف من أهلك؟ أختي كنت عارفة قصة الحب عندي سؤال ليك، ممكن تتحمله؟ أكيد، فضل لو وقتك جاءت لك أنا بحبه واحد تمام ما موقفك؟ هلأ، اعتمادًا على الشخص اللي هي حبته، هلأ أنا ما لدي شخص مثالي أكيد هو حسن موقف ده أنا قلت ده؟ أدي المايك، حسن أنك أنت حسنتي بعطفة أنا حيتحد و جيت و قلت له هلأ، أنه جيت و قلت له لا أكيد لأنه هو أصغر منه عشر سنين وما له يعني المشكلة لا، يعني أصدي بالمرحلة اللي أنا ممكن فيها ممكن أتعرض فيها لها هيك موقف فهو بالنسبة لقلي الطفل يعني ما رح أقدر طفل أيدي خاطب يا ما أستاذا وقتها أنا أكبر منه بعشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات وممكن ان تقولي له أو لا لا ينفعش تقولي له لا ينفعش لا لا تنسبة أنا تزوجه عندي ولدين أنا أقول لو بالافتراض ممكن بشكل علاقتي هلأ معه طبعا ممكن أتو لله عادي أكبر هو أنتت عرف أنه بيحب الاسدادة خاطرته دي أكبر أو كنت بتقوللو إيبقى سمعته مرة أعشر مرة أثنين ثلاثة بعدين سمعته أعشر أعشر للا يحكي لي وسكت اسمع ماذا يتحدث؟ هل تريد أن أعرفك عن حب؟ أعجاب فين يعني شفتي فين فأعجابت بالجامعة برضو بس مباشرة يعني صار الموضوع بالبيت والأهل يعني عجبتوا بعض ثانية يعني في لحظة روحت رحين على البيت لا 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 أما كنت مستعجرين قوي هلا أنا ما كنت أعرف تخطبت كم سنة سنة ونص أعرفك عن حب في الوقت ده مبلا بلا يعني موجود والله يجبني بقى يجبني حتة لما هو عرض علي فكرة الزواج مباشرة عرض عليك أنتي على طول ألي قال لي أنه أنا شايفك من فترة طويلة كتير عاجبني ممشاكي كتير عاجبني أنه وانتي ولا أي حاجة لا 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 عنجد ولا ما كنت معجبة بي أصلا هو ما كان يداوم معي يعني أنا كنت بسنة ونصنة هو كان معجبة أنت كنت معجبة بي لا أبدا ما لي شايفته أصلا أعم أنا قلت كده منا قلت للا لأنه هو لأقنعك لي لأنه أنا كنت عم بدرس بسنة وهو بسنة تانية واختلفة تماما يعني بعدين في الآخر قال لك عايزة جيلك لتجوزك أعم بعدين أه أطلق أصلا أنا كنت هيك حابة يعني كان أول مرة تشوفي أو توقدي بالك منه إيمن أعم 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 أنا أريem أجل توقف أعم 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 أرد أعم 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 عايزك اي بس انا وضعي مو مناسب. رأيت انتي قلت له تعالى. قم قلي بتقبلي انا وضعي مثلا ما في شغل مستقر. فقلت له تعالى. قلت له اي. فراح. اي. فعمي عايز بنتك. اي رأيك يا ايمان. والله موافقة. لا. سأل عنه بابا كتير كتير. اه ماشي ماشي. المراحل دي ماشي. بس اصدق انت وفقت يعني. اي وفقت. اه وبين حبيته انتو بلكم كم سنة بالجوازين. اي داعش. كم. ايد عشر سنة. حداشر سنة. ام. حداشر س اي حبتي امت او الا الا لسه اعجاب لحد الوقت. لا. هاا. ممكن يكون. اعجاب برضو. لا اكيد لا يعني بالوقت ما خطبنا. اه. اه. صار في كتير تقارب. اه. هلا فاسد يقول شيء اي انا انو الخطبة مو بالضرورة تكون الصورة الصحلى الشخصين. ما هذا اكيد. اي. طيب عشان بس اروح هنا. الحب جاب بعد قد دي اي. بأنا وخاطبني. انا ومخطوبة لعلو. اهو قبل ما تتجوزي اصلا بقى بدات تحبيه. طبعاً أنا بقيت سنة ونص مخطوبة وطبعاً في كتاب شرعي يعني بيناتنا يجي ويروح وشوفه برى البيت وجوة يعني عند أهلي أنه هو خلص خطيبي رسمياً وشرعياً خطيبك ربنا يبرك لكم واتكملوا واحد واحد ومية واحد سنة طيب عشان بس الحلقة بتخلص مني شضالي يا فنة المايك بعد إذنك هيا شضالي بس حاب أسأل الأستاذة إذا كان بما أنه هي مأمنة بالحب وجاي بالحلقة هنا عساس هي مأمنة بالحب الزواج عن طريق الحب لو بنتا إجت وعادت لها في شخص نفس وضع جوزة ما هيقلت لها سألتها السؤال ده ها لح تقول لها إيه توافقها نعم يعني لو بنتك تقول لها استني عشر سنين معلش ولا بما أنه بتحبه يعني يا أستاذ عايزة تقول لها لو بنت لو بنتها بنتها اتعرضت لنفس التجارية بتاعتها وعندها حد بتحبه ومزهول معتقل وانا حاستني إذا بنتي مقتنعة بهذا الشخص وتريد أن تنتظيره لن أمانع هي هي مقتنعة لأنا لن أجبرها لا على تركه ولا على بس أنا عندك سؤال طيب السؤال هنا تفضل لا 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 تمام تمام في حد عند السؤال هنا كان في حد عند السؤال هنا تفضل عندي تعقيب على الشيخ سلامة قال إنه إذا كان ابني شاب سنوي وقال لي بدي حبيت فأنا بقله برافو وهذا الشي غلط يعني أنا ما لازم أقول له برافو أبدا لأنه في ما لازم تعمله إيه لازم أقول له الحب مو بها المرحلة ما بتكون نفسك بلاك تحب فقط لا لا الحب تلعب بالعواطف فأنت الحب يعني نعم نعم لازم يكون فيه إيه اللي جام الرسول صلى الله عليه وسهلا من لم يستطع منكم الباقة فليصوم طيب نسمعه نسمعه طيب نسمعه طيب نسمع الشيخ سلام طيب نسمع الشيخ سلام طيب نسمع الشيخ سلام بس لازم الأول أقول له إيه ما شاء الله كبرنا وبقينا بنحب صح أو لا ولا أقول له أنت حيطة يعني أنت زي تحب لازم الأول كده أرفع معنوياته وبعدين بقى أخده من المسار الخطأ اللي هو فيه إلى أن أقوموا المسار الصحيح أقول له يا حبيبي قال رسول الله صلى الله صلى الله كذا وقال الله سبحانه وتعالى كذا وانت عايز تتجوز وهتأسس بيت وقسرة وحياه وزوجه عندك استعداد الآن ولا لا أنا بالعكس أنا وصلت معه لما هو أبعد من ذلك أنا من أنصار الزواج المبكر كويس؟ وأنا قلت له يوم ما تحس أن أنت لازم تتجوز وهتعمل حاجة في الحرام قل لي أنا بفتح لك الحلال الحلال مفتوح أول ما تحس أنك عايز تتجوز قل لي وأنا هجوزك وهزرف عليك وأعيشك في بيتي أنت وامراتك أعتبرني خلفت واحدة كمان معاكم يعني وتعيش معاكم وتتجوزوا بس يبقى ابني أنت ماشي في الحلال يا ابني الحلال ما فيش أحسن منه اوعى الحرام نظرة في الحرام لا عايز تتجوز واحدة ملت عينك نقعد نناقش مع بعض نتكلم مع بعض حلوة تنفع ما تنفعش الأسرة البيت الأخلاق السلوك الدين كذا كذا وفي الآخر اقتنعنا أنا وهو أقول له تجوز حالا أنا ما عنديش مانع أجوزه حتى لو هو في سنوي طبعا ما قادر على الزواج شرعا يا جوز وبالتالي مين اللي هيكلمه بقاه لو أنا قفلت الباب معاه سيروح لصحاب سوق يكلموه وبالتالي هينحرف تمام تمام سؤال أخير بقى منات فضلية مدام بسؤولي اسمي بشكل عام يعني أنا بشوفه أنه هو أول شي مسؤولية قرب المايك الزواج مسؤولية لازم أول الشي لوحد يختار طبعا مع الحب بس حب بحدود مثل ما قال فضية الشيخ هنا والأستاذي طبعا بحدود يعني وهيك يعني أنت مع الحب مش مع الصالونات أكيد طبعا طمام على كل حال يعني واضح أنه قبل بس ما أختم خلوني أسمع السؤال تاني وأسمع آآ ونعمل استطلاع رأيي لحضراتكم قبل ما نختم الحلقة دي كان سؤال حلقتنا اللي بدأنا بي الحلقة كان هو أيهما تفضل زواج الصالونات أم الاختيار عن حب للمرة الأخيرة في الحلقة دي الحلقة خلصت اللي بيفضل زواج الصالونات يرفع دي آآ قال له يا أستاذ يا خوالة قال له قوي قال له يعني أصبح مليلين اللي يفضل اللي بيفضل زواج الحب والاختيار عن حب يرفع دي دا كده معلش أنا عندي سؤال أخير هو في حد غير رأيه سا أنت غيرت رأيك سريعا أسمعك لي غيرت رأيك كان إيه وبقى إيه لأن الحياة بلا حب ما في حياة الله الله يعني كان رأيك إيه كان رأيك قبل كده إيه ومن رأي الصالون كان رأيك الصالون ومن الذي قال الصالون لا يجبني أحب دلوقتي أنت بقى رأيك أنه بهالدنيا إذا ما في حب ما في حياة الله من الذي قال زواج الصالونات لا يوجد فيه حم يا سيد محمد نحن أقنعنا بسيد خولة نفسها لم تبنعنا الزواج يعني هو سيتزوج أبو أفضل أجيلك بس على فكرة الحياة من غير اللي زيك مش حياة بمعنى أن الإنسان لازم يغير ويطور ويعيد أفكار وقارات تانية أكيد لا يغير لا يغير الحياة الزوجية كلها حب الحياة الزوجية أبني حياتي أبني حياتي أبني حياتي على حب مسبق أستاذي أنت فيهم أنا مع زواج الصالون أنا عندي سبع بنات وأزوجتهم أخلى زيجي الصالونات الصالونات وكلهم جامعة أعدم واحدة ملعني كلهم جامعات أعدم واحدة في التجوز السالونية أعدم واحدة ثلاثة الشهور بين أختي الأصغر لأة أقدم واحدة جوزت خمسة عشر سنة. خمسة عشر سنة. ايه. يعني عندك بنت من خمسة عشر سنة جوزت? نعم. سالون. سالون. وجواز ناجح. ايه. كلهم جواز ناجح. طب وانتي اقدم واحدة. انا بالضغط كتير للجواز السالونات. نعم. وحضرتك ديه المايك. اقدم واحدة عند حضرتك جوزت. هلأ ما شاء الله ربنا يباركلي. من شاء الله من 25 سنة. كمان? 27 سنة. اقدم واحدة? ايه. اوه. خير. على كل حلقة. وصارت ستة هي كمان. ايه. وصارت ستة بنتي. يعني تاتي. جدا. اه تمام. طيب. الحلقة. الحلقة بس الحلقة للأسف خلصت. لكن اسمع شيخ سلامة اخد تعقيب منك في نهاية الحلقة. انا مش ضد انه يتسمى زواج سالونات. يتزوى خطبة. يتسمى اي حاجة. لكن في الآخر لازم يكون مبدأه الحب. اذا لم يكن هناك حب فلا زواج اصلا. هايوا معي الشيخ سلامة عبدالقوي. مستشار وزير الأوقاف الأسبق. ترفتني يا فنة. أستاذة خولة كلمة أخيرة تعقيب حضرتك أخير. من الذي قال أن الزواج بالصالونات لا يوجد به إعجاب وحب. لا لا. فأنا ضد الزواج الذي مبني على حب مسبق قبل أن يتقدم الخطيب في خطيبته. من هنا من هنا يبدأ الحب عندما يصل الخطيب إلى بيت أهل الفيء الفتاة فيحصل إعجاب ويؤدم بينهما. ومن هنا إذا ضمن الضوابط الشرعية التي أحلها الله عز وجل. هايوا معي أستاذة خولة حساسنا مدربة تنمية بشرية. أستاذة هودا كلمة أخيرة. نعم كلمة أخيرة أنا تحدث الفلاسفة عن أعلى مراطب الحب هو أن يحب الإنسان نفسه. أن يحب ذاته. وبالتالي من خلال ذاته ينشر الحب على كل من حوله. بشكرك جدا أستاذة هودا المنشوري بحث في قضية المرأة. العمدة الأستاذ محمد منير تعقيب أو كلمة أخيرة لك في آخر حلقة. تحدثنا في هذه الحلقة عن الحب وعن الزواج وعن الصالونات. لكن أحب أقول لكم الحياة برا أكبر من البرنامج بتاعنا لكل مقام المقال وهناك تفاصيل كتير 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 كل حالة لها ظروفة وكل حالة لها وضعها. بشكرك جدا أستاذ محمد منير الكاتب الساحب. الحياة في اختام الحلقة دي عايز أقول لكم أن الحب يبدأ بالواحد وينتهي بالواحد الأحد. الحب مصطلح الحياة محتاجين نعيد تفسيره حتى الزواج نفسه محتاجين نعيد تفسيره. الأمة العربية محتاجة تعيد تفسير مصطلحات كتيرة جدا. مصطلح الحداثة اللي أطلقوه في الغرب أطلقوه تعرفوا إمتى بعد السقوط القسطنطينية. بعد السقوط القسطنطينية العلماء بيقولوا أنه بدأت أوروبا تفوق على أنها في أزمة. بعد كده ظهر عصر العقل ثم عصر التنوير. الناس بدأت تعيد في المرحلة دي كل مصطلحاتها وكل مفردات حياة عشان يعرفوا هم واقفين فين لحد ما وصلوا للمرحلة اللي هم فيها دا. احنا محتاجين نعيد حقيقة تعريف مصطلحات الحب والزواج العشرة الخلفة التربية مصطلحات كتير محتاجين نعيدها عشان تبقى حياتنا أفضل. دي كانت حلقة النهاردة. استنونا ولسا عندنا كلام كبير. شكرا جدا. جدا. والحلقة والله حلوة وصفة كثيرة. حلقة ريسة وفرية جدا. وكان الضيوف والمعلقين من الشباب كان متفاعلين مع القضية تفاعل المهموم بيها. موضوع لازم لازم الواحد يحكي فيه ولازم واحد يعرف شو إله وشو عالي. هو أنا مش عالف يعني واضح ان كان فيه لبسي في المفاهيم المفاهيم ما كانش محددة. حلقة جدا متعارة وكتير يعني كان فيه نواحي إيجابية. رائعة. أنا شرائب يعني فعجقت بأنه المستوى عالي. جامدة جدا وحلقة جامدة جدا. جد الحلقة جميلة ورائعة. خالص كنت أتمنى ما تنتعيش الحلقة دي بصراحة. ترجمة نانسي قنقر